كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الجزائر رصدت خلال السنة الماضية مبلغ مليار دولار أمريكي لفائدة مشاريع تنموية في إفريقيا من خلال الوكالة الوطنية للتعاون الدولي التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية وشر رئيس الجمهورية في كلمته أمام المشاركين في قمة حوارات إفريقيا حول الإزدهار التي ألقاها نيابة عنه رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي إلى عدد من المشاريع الحيوية المشتركة مع القارة كمشروع أنبوب الغاز الطبعي العابر للصحراء الذي ينقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا مرورا بالجزائر والنيجر وكذا المشروع الضخم للألياف البصرية الرابط بين الجزائر ونيجيريا